بس بالمناسبة يا ابتال حازم أنا كنت عايزت عليك دي نقطة مهمة جدا كمان وفي النبي طبعاً أنت فاهم أن السؤال ده بتسير لكل الناس اللي بتشتغل قدام قدام كاميرا كنت دايماً بقول رأيي أنه أنا رأيي من رأيي حضرتك أنا أنا مصلحتي الأولى شغلي وتعبي واكتهادي حتى لو أنا ليه انتماء ممكن وحب نحب الكرة عشان ليه انتماء وده السؤالي ليك أنت طبيعة حبيت الكرة لحب فرقة وممكن دا يتغير مع الوقت وبطبيعة شغلة كنت خلاص بيتمركز بشغلة وملكش دعوة بالفرقة دي بس مين الفرقة اللي انت كنت بتحبها فطفلتك اللي انت كنت ممكن تتفرج عليها وتستمتع بيها بس حين يعني عايز أقول لك إيه في الأول خالص في الأول خالص أنا كان الفرقة اللي أنا ممكن أتفرج عليها أو المطش اللي ممكن يشدني كان يبقى لو فيه مطش المنتخب فيما عادة دا لأن أنا بحس ان احنا ايه بص الأهلوية والزر مكروي احنا كل حكاية بندفع فلوس في الاحتراف وفي الكلام دا وانا تبعت حلقيتك مبارح وجميل الكلام فيها برضو ان ايه يعني علشان نزقف بعض بس لكن نخدم في المنتخب لا مفيش تخديم في المنتخب اتقال كلمة في حوار معاك مبارح كابتن طرق مصطفى قال انه ايه انه سقف انه مفروض يبقى فيه سقف هنا للأجرام اللي بتتدفع ايوه بالزبط تمام انا كنت عامل كتاب في القصة دي اساسا للقصة دي انا يعني كنت يعني مسمي عاملية الاحتراف اول ما طلعت قلت دا احتراف اموال مش احتراف تمام فعايز اقول لك بقى ايه عشان ارجع تاني انه انا مش بدفع فلوس علشان الاهلوية غيزة الزمال كوية او الزمال كوية يتريقها على الاهلوية انا بدفع فلوس عشان مستوى الكورة الحلوة ديه يعلى بينا كلنا وصبح في المنتخب لصالح البلد صحيح فانا كان انتمائي للبلد للمنتخب عايز اقول لك في رحلتي دي كلها ولادي عن ثلاث ولاد كريم ووائل وامير اللي ربنا خليه ما رحوش الاستاد ولا مجرى الا في المطشط المنتخب تمام لكن بقى فيه اللي اولك بص يا كابتن كريم كريم الكبير هو مخرج سينمائي وكده ربنا حفظ وكان عامل مسلسل هرشة السابعة وكان لي بالك من زيزي والمهم فكان هو صغير ماينزل في الشارع فكان يمشي النوية هو صديق التقيت بقى بكده صديق لصديق لي والتقينا اكتر من مرة يعني شفت اكتر من مرة ربنا حفظه ربنا دي من محبة يا ربنا خليه وهو صغير ماينزل يجيب طلب من تحت فالناس كانوا يوقفوه تعالي يا حبيبي السوبر ماركت قلوه ايه اختار لك حاجة كريم خل لك حاجة ايه مش عايز قلوه لا لا يعزموا على حاجة وبعد ما يعزموا طب طب عليه كده قلوه قل لي باباك بشجع ايه اهلاوي اللي زمالكاوي فالولد من كتر ما استمع مني فقوله ايه بابا شناوي قلوه ايه شناوي دي اه اه اجديدة دي اه ففضلتو طول الوقت كده اه ما حدش عارف انتماء كابتن حازمشن وانت بسا زي بات بتقولي كده انا انتماء الاول ممكن يكون لمنتخم مصحوب للكرة لمنتخم مصر تمام مظبوط كده انا تفهم صح طيب انا السؤال اللي كنت هبدأ به بقى الحلقة النهاردة هو ازاي جات فكرة الكاميرا في الملعب او ازاي جات فكرة تواجدك في الكاميرا في الملعب عشان البرنامج ده في رأيي لابد ان يحصل ليه توصيق تاريخي في مصر ما يبقاش مجرد برنامج وعد عشان زي ما قلت لك انه في ناس كتير او احنا منهم مشينا وراك كاميرا في الملعب البداية كانت ازاي يا كابتن كريم البداية اه في بداية القناة الثالثة خالص اه كان اه الستاذ محمد رجائي رحمة الله عليه هو اه رئيس القناة الثالثة اه بيعملوا خريطة برامج وكان اه كابتن عادل شريف اشهر معلقين التنس المصريين مهم وهو كان زوج الاعلامية الكبيرة للسيدة اه سامي صادق كانت رئيس التلفزيون طبعا فالمهم فهو بتفرج هما بيعرضوا لخريطة برامج فقال لهم ايه اه كان العرضة في البيت يعني مهم فقال لهم ما تعملوا حاجة رياضية مش تقليدية كده زي ايه قالوا اعملوا حاجة بجأة الاستوديوهات حاجة تنزل في الملعب مهم فالفكرة حق ربنا هو في ضر الحق هو احنا في ضر الباطل فكرة كابتن عدل شريف الله تمام ف فتعملت وتسمت الكاميرا في الملعب اول كاميرا تنزل طيب هل حاجة مش تنوي اول حد قدمها لا قدمها اه 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 ناخد رياضي كابتن اطبع عبدالسلام رحمة الله عليه طبعا تمام اه 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 وجاء ازاي برضو كابتن عدل شريف اللي قال انا اجيب لكو حد مش تقليدي حد صحف رياضي حيعمل البرنامج قدم الكابتن اطبع بسلام البرنامج وفضل يقدمه سنتين ونصر ثلاثة سنتين اه وبعدين جات له ازمة قلبي رحمة الله عليه كان معاه المخرج كان معاه مخرج مدير تصوير الاول وبعد كده حسن يوسف كمخرج وبعد كده يوم الوفاة اطبع بالسلام انا قلت لأستاذ محمد رجائي واحنا في عمر مكرم عشان نصلي على الجسمان قلت له عايز اخترع لحدتك اخترع قال لي ايه قلت له النهاردة الجمعة ووفاة صاحب البرنامج ومعد ازاعة البرنامج النهاردة قلت له انا عايز يعني نعمل نعمل تقليد انه حتى جاري العلى اللي قال في برنامجه يتعمل حاجة عنه ونقول انه اللي بيستنى ما يستنىوش تمام ويتكرم في برنامجه قال لي عني نعمل ايه نعملها ازاي قلت له سبها لي قال لي عملها فعملت الحلقة دي وفي اخر ومعملتاش لوحدة برضو كان معايا مزيع زميل ياسمه محمد حمودة بس انا كان الاعداد عندنا كل واحد يطلع كاتب كلمتين نقولهم اكده ونروح طالعين بحلقة من الحلقات بتاعت اطبع بسلام جيت في الاخر وقلت انه افضل حاجة نقدمها الاسم اطبع بسلام هو ان يظل اسمه مختارنا ببرنامجه واحنا مزلين اللوحب بتاعت فكرة اطبع عبدالسلام الله تمام حطينا كده وحطيتها وانا عارف ان انا خلي بالك انا عارف انا صاحب الفكرة وعارف انه ايه سيظل الناس يتذكرون لانه حيوبا موجود في التتر على الطول فكرة اطبع بسلام اما حازم راح حازم مشي حازم شلوه غطوه خبو فعرائح مش فارق معي عملنا كده الحمد لله جينا بقى بعد الحلقة دي حسن يوسف قال ان عايز موزيع انا في مكتب رئيس القناة وقعد ربنا دي الصحة مدى معيش البحرون فقلت له يا سيد محمد ما تجربون احنا كموزيعين احنا ولاد القناة على الال احنا عارفين ايه المحاذير ايه اللي يتقال و ايه اللي ما يتقالش تمام فرد حسن يوسف ونزل حي يرزق قال لا انا عايز لعيب كور ليه يا كابتن قال لي انت حتصفرني برا انا عايز حدي صفرني برا قلت له انا صفرك برا انا و انا و انا عارف اصفر نفسها لعم اصفرك فجابوا مين كابتن الصفة عبدو كابتن الصفة عبدو جيه واشتغل برضو خد له فترة وفي لحظة من اللحظات غلطة منتاج يتحملها المخرج قال له استاذ حسن يوسف تمام انه انت عارف بقى التعصب وكده الباص بتاع اللاعبين الاهل كسبان فطلع من استاذ القاهرة وكان كبر اكتوبر بيبتدي من غمرة من عقل كانت المرحلة لسه لغاية غمرة فالاوتوبيس فكابتن الصفة عبدو لما هو نجمل اهل اساسا فراكب بالكاميرا الكاميرامان معاه وبيعمل لقاءات مع اللعيبة وفرحان جيه واحد متعصب اهله متعصب رح حاطت حنقول بقى عشان يمكن الناس تخلي بالها متعصب متعصب مرفوض بكل صور حطت كلب وعليه التشارته تمام اتقلبت الدنيا ويقال لك ايه بمية عقبة جات في نفس الليلة وبولاء وكله حصروا المبنى هنا ايه صحيح غلطة غلطة هي عدت بس هي مش غلطة مصطفى هي حق ربنا المزيع انت هلصت ومشيت مش الزبط اللي بيمنتش بقى وشيل الحاجات دي بس هو برضو اعزره الفترة ده هي احنا نكاد نكون بنزيع هوا الفاصل يعني برضو اقول اللي هي واللي علي مطش بيخلص بسرعة مانتش بسرعة وطبعا الامكانيات ما كانش زي دلوقت يعني وكنا بنعمل ايه احنا مثلا يلحق مانتش الشرط الاولاني ويعمل وناخد المطش ووفرلاب كده على الهوى علشان على ما نتخلص الجزء التاني ونجري ما بين صعوبات صعوبات الكربات يعني طبعا فهو برضو معزوق عدد دي فلما عدد الدنيا بازر كان رحمة الله عليه الأستاذ اسماعيل بقري كان مساعد رئيس تحرير الاهرام وكان هو معد البرنامج فاتكلم مع مصطفى عبدو وقال له يعني اتفقوا وفي التلفزيون قالوا كابتن مصطفى وهو حي يرزق وقالوا له ايه كابتن مصطفى لازم تهدى شوية تبدي عن الشاشة شوية علشان انت شايف الجو التوتر المزيع اللي شايل يا كابتن كريم لو غلطة عندك انت اللي شايل صح تمام فايه حاضر فهو بيحكي لستاذ اسماعيل بقري امستاذ اسماعيل بقري رح كاتب مربع كده في الاهرام في صفحة رياضية وكاتب مصطفى عبدو يبتعد عن الكاميرا في الملعب تمام عندي يا بتاعت دي كابتن مصطفى عبدو زعل قال لك مين قال لك ان انا بيعتذر عن اه يعتذر عن الكاميرا في الملعب قال له يا عم انا ما احتذرتش ده هي فترة يا عم اسماعيل انت عم خلتنا احتذرت طب نجيب مين قال ونجيب نعملها حازم يقدم حلقة جمال ابو علي مزيع زميل يقدم حلقة محمد حمودة يقدم حلقة عمر الأمير احنا كلنا اربعة مزيعين اه فبفضل لا الحلقة عندي هي اللي ايه اللي سمعت فقالوا خلاص نكمل بحازم قادل قادل القص وعدت كم سنة بقى كابتر حازم لا انا عدت باسم الحمان الرحيم كده حوالي 16 موسم متصل من 16 موسم فيهم 13 موسم في الكتاب السنوي بتاع وحدة بحوث المستمعين والمشاهدين في التحدي ازاع وتلفزيون البرنامج رقم واحد رياضي على كل القنوات طبع تمام طبع ده 16 سنة بعد 16 سنة حصلي بقى يقولك ايه وما فيش إلا كابتر حازم بازم اللي يعني ما تجربونا اه وابتدت تتعمل علي ضغوط فروحت خلاص كده حالي اه واحت راجع الوراء ريعت الوراء سنة فبقى كله يتناوب على تقديم البرنامج راح جئ رئيس قناتين راجع قال لا حازم يرجع تاني اه وكله ايه كما كنتو غير يعني قدمت اه تلات مواسم راح داخل علينا بقى البرزنتيشن وال وابع الحق بس الدور المباريات وكده فقلتهم لا انا ايه خلاص كانوا اللعيبة يقفوا لي اه يعني انا فاكر من المواقف الجميلة ومباشكر كل الناس اللي ساعدتني يعني كل المرسلين بيجروا بعد المباراة يوقفوا اي نجم ما يعني بيجري منهم ما هو هتتوقع عليه اقوبات وحيتخصم منه صح تمام يشوفني يوقف تبتح يا كابتن حازم معي على جنب كده طب انت حتماشي الناس دي إذا كل حط المي كابتن أبو اختريك شاف الموقف ده وبعدين فوقفلي قال انا وقفلي عايز يا كابتن حازم فسألته بقول عايز يا اخد معك هو قالي طب ماشي خد سؤالين لقيت بقى ايه فجأة بقى 15 واحد وزققوني ورا وهم اللي عايزين يسألوا فهو قال لهم يا جماعة انا واقف عشانه ليهو اه وقف عشانه انا واقف احترام للكابتن حازم الله فهمت انا قلت ايه اه جيت في حلقة وروحت مغني في البرنامج غنيت الغنية بتاعت عبد المرم مدبولي في الفيلم بتاع موليديا دونيا ده اه اللي هو ايه اه زمان العبار سوق الحلوة جفر تمام مهم ما زققوني وانا واقع على الارض ايه فقلت له بايه اه اه زمان كنت بزف عرايس دلوقتي بقى ايه اه يعني اه زققوني وخلاص وقال بكل بساطة اه وقلت لأ خلاص انا يعني تفيد بهذا القدر اه باحترم نفسي واحترم تاريخي واسمي ايه